العاصفة دانيل باغتت الليبيين والتهمت أراضيهم وتمصت أحياءهم وانتزعت منهم أحباءهم وخلفت وراءها خسائر بشرية لا تعد ولا تحصى ومع انتهاء العاصفة لم ينتهي المشهد الكابوسي حتى الآن وما زالت ليبيا غير قادرة على الاستيقاظ من هول الكارثة بعد أن أودت الكارثة بحياة آلاف الأشخاص ودمرت مئة الأحياء والمساكن دع رئيس البرلمان عقل صالح الليبيين إلى التحلي بالصبر في مواجهة الكارثة وطالب الحكومة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه خلال ستة أشهر مثمنا ما تقوم به الحكومة والجيش والهلال الأحمر ورغم أن ما حل في ليبيا كارثة طبيعية لا يمكن الفرار منها بحسب ما قال صالح خلال الجلسة الطارئة للبرلمان توعد الجيش بمحاسبة المقصرين وفتح تحقيق للوقوف على تداعيات العاصفة ومعرفة أماكن الخطر والأخطاء وما إذا كان هناك تقصير أو لمعرفة ما إذا كان هناك أشياء خارج إمكانات البشر ودع الجيش البرلمان لاختحداث قانون لمنع البناء بشكل عشوائي ومعرفة ما إذا كانت المباني محمية من السيول والفيضانات أهوال ومآس حلت بليبيا ولا تزال فرق الإنقاذ غير المؤهلة لمثل هذا الحجم من الكوارث تبحث تحت الأنقاض وفي البحر عن الجثث والمفقودين وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض في ظل واحدة من أسوأ الكوارث البشرية التي حلت بليبيا والمنطقة